بين صورتين في الحقيقة كان مغامر جرية لمست فيها عدة اشياء يعني بين الحل والمر أنا صالحة العروسي قمت بإخراج فيلم بين صورتين الفيلم الذي يحكي ويناقش بصورة أساسية وضح الحرب وكيف أثرها على الأطفال خضرت لي فكرة الفيلم مشهد أو حدث حصل إحدى الفتيات تقوم بتصوير ضفلة فأثناء التصوير البنت دشتدي مساكل بندك تتصور به في زجرة المصورة وقالت لها ما بش داعي مساكل ليش وردة أو ذا فدار الفيلم كله لتحقيق هذا المشهد لا تتصور وتكون مثل أبوها هذا يا عمد خليها تختار الذي تشتيه ما بش داعي إعلانك هذا أبو سارة هبني البنتك بنتي ما عدا تصور به أبو سارة من الصعوبات التي واجهناها عدم وجود الأدوات الكافية من إضاءة واكسسواراتها فكنا أحيانا نروح نستجر أشياء من منطقة مناطق بعيدة ويجورها كانت تكلفنا أكثر المعاناة كبيرة جداً لكن رغم تلك المعاناة الفريق وقف أمام تلك المعاناة ليجعل من تلك المعاناة شيء جميل يصب تلك المعاناة وتلك الآلام بالآمال سيتعلم المشاهدون من خلال مشاهدة فيلمي إلى رسائل مباشرة ورسائل غير مباشرة الرسائل المباشرة معنى التعايش كيف أقبل الرأي الآخر كيف أتنازل أو أتغاضى عن آلام حصلت لي سابقاً وأرمي بها ماء وراء ظهري يتعلم المشاهد كيف يحترم الطفولة هذا النقطة مهمة وحساسة لأن به من المواقف والمشاهد أن هناك تنازلات بسبب استجابة هذا الشخص للطفلة الطفلة دائماً أو الأطفال بشكل عام في اليمن يعني يناشدون السلام بدون أن يتكلموا الطفل لا يتكلمش لا يقول أن يناشد السلام ولا فضرته ووضعه وإحتياجه الراهن يحتاج إلى أن يكون هناك سلام يشتي يلعب يدرس يتعلم يلقابه أمه وزرته ما يشتيش يعني أنه يفقد أحد من أهله هذه الحرب لذلك سيعرف المشاهد أن الحرب أن الحرب نقمة كبيرة وأثر يشك في نفسيات الأطفال سواء كان الجانب النفسي أو الجانب المعيشي أتمنى من خلال الفيلم ألا تتكرر تلك المعاناة لما حدث لبعض من تلك الشخصيات ألا تتكرر لشخصية أخرى ألا تتكرر تلك المعانا لدفلة أخرى أو دفل آخر أريد أن تصل رسالة الفيلم ليعي الناس ويوقفوا وضع الحرب والمعاناة التي نعيشها حتى اللحظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر